يحمل الوجه بتاع اللقب مريم أبو ظهرة ومريم أبو ظهرة هي مريم أحمد أبو ظهرة يعني حفيدة الأستاذ عبد الرحمن أبو ظهرة ربي دينه الصحة رب طلط العمر ومريم أبو ظهرة هي كمان فنانة هي فنانة فيولينا عازفة فيولينا سوليست كمان بالمناسبة يعني وتقلقت مريم حتى أنها باللغة العربية بقى أحيت أول حفل في مصر مع أوركستر الشباب الإيطالي إيرازاموس في الأقصر أتمنى كون بقول اسم الأوركستر مضبوط قبل ما حد يتريع عليه قلونا ناخد معنا على التليفون أستاذ أحمد أبو ظهرة أهلا بحضرتك فن أهلا بحضرتك أستاذ يوسف أهلا بحضرتك يعني حاجة الحقيقة تدعو برضو للفخر والشرف أنه مريم تبقى بتشارك في هذا الأوركستر ليه نحن يعني كمصريين السؤال بقى ليه تم اختيار مريم وحضرتك يعني مريم بقى لها كذا سنة الحقيقة محققة نجاحات كبيرة جيدة في أوروبا سنة 21 خدت في آخر سنة خدت جائزة من أكبر كويس في العالم في موسكو اللي كمانجا في سنها ده كان ساعتها عندها 12 سنة وكسبت جائزة التلفزيون الروسي ودي كانت يعني جائزة عظيمة وقايمة جيدة لأنها مش سهلة خالص أن حد أصلا يوصل للمسابقة وكمان يكسب الجائزة يعني المهم والسنة اللي بعدها ما فيش في 2022 برضو في بينا كسبت جائزة التلفزيون النمساوي وتألقت جدا قبلها كانت كسبانة يعني بقالها فترة بتكسب جوائز كبيرة وده بيجي من خلالها طبعا أنها بدأت تتعرف في أوروبا يعني أكتر من بلد هي عشان مريم طبعا مريم اتولدت في ألمانيا يعني كنت عايش في ألمانيا ومريم اتولدت في ألمانيا فبرضو في ألمانيا هي معروفة من ساعة تقريبا من ويهة عندها 7-8 سنين وبدأت تتعرف في ألمانيا من نبوها وتفوقها يعني في العسف على الكمان فطبعا الطالينة لما كانوا جايين مصر لأن ده أوركستر خاص بالشباب وبيشجع دايما الشباب فهم كانوا عايزين يعملوا ميكس ما بين سوليستات مصريين وسوليستات طالينة فوقع اختيارهم على مريم والحقيقة أكلموني من هنا على أساس أن طبعا مريم تشارك معهم في الجولة بتاعتهم اللي جاية على القاهرة والسكندرية والأقصر والأقصر كانت أول محطة في الجولة طيب ده عظيم جدا أنا كده كده عايز أكلم مريم بس عايز أتطمن على صحة الوالد العظيم الحمد لله بابا الحمد لله يعني حالته مستقرة وتمام ويعني نقدره الحمد لله الحمد لله ربنا يديله الصحة إن مريم موجودة وكمان هيجي يحضر الحفلة في مصرح الجمهورية اللي هي إن شاء الله بعد بكرة ويعني كان عايز يجي لأقصر بس طبعا من الصور لأ صعب لكن في مصرح الجمهورية هيجي يحضر أكيد بعد بكرة إن شاء الله ربنا يديله الصحة يا رب وطلط العمر أنا طالب بس طلب والنبي أمانة السلام للأستاذ عبد الرحمن قلو فيه واحد اسمه يوسف شافك وسلم عليك وهو طفل صغير جدا أنا كنت وقتها عندي ست سنين أو سبع سنين في مصرعة الرحل مجدي حسنين الله يرحمه أحد ضباط الأحرار فقابلت وقتها الأستاذ عبد الرحمن وطبعا أنا كنت مبهور بقى شايف ممثل كبير وفرحان وحاجات بسأنا كنت عيل صغار تافخ برضو يعني لكن في النهاية أنا بحبه أصلي من قلبي بجد يعني حقيقي فوالنبي سلملي علي يا ربي خليك أستأذى أن أنا ممكن أكلم مريم أهنيها أوي أوي شكرا كفا مريم يعني إيه ميكسي كده شوية عربي شوية إنجليش أنا كلمته عربي كويس خالص اتفضل هي معاك يا مريم إزايك؟ هلو هلو إزايك؟ الحمد لله طب ده شيء حاجة كويسة خالص الحمد لله دي طالعة كويسة وفيها حرف الحاها هو أم ليه يعني بابي بيقول إنه مريم العربي نص نص إنه شايف العربي حلو يا مريم أعطلنا مريم ألف مبروك على مشاركتك وأنا فرحان وسعيد بيكي كأنك بنتي بالظبط أنا بنتي بس أكبر شويتين بنتي بيانيست بالمناسبة بس يعني أنا فرحان بيكي جدا وسعيد وأظن كل مصر مبسوطة وفخورة بيكي جدا ولو الموضوع محتاج ترجمة أنا ما بعرفش ألماني ترجم بقى يا أحمد بيب أنا مش قادر ماشي ماشي ترجم ماشي ماشي مريم يعني بص على الهوى كده وأنا أشكرك يا مريم أنا مبسوطة جدا أنا عزفت في مبان لكسور وأنا فخورة إني واست قدام معبد لكسور وإحنا مبسوطين بيكي خالص أنت امتداد عظيم لعيلة حلوة وفنانة كبيرة ونتمنى أنك أنت تستمري في فنك ده وتفضلي تكبري جدا 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 في الفيولينا لحد ما تبقي أشهر عازفة وأعظم عازفة فيولينا في العالم كله شكرا شكرا لك يا مريم ونامي بدري بقى وأنا مش عايزة صحيكي أنا عارف أن أنت أكيد بتنامي بدري جدا وكمان عندك حتة ألماني فأكيد بتنامي بدري جدا مش كده كده أشكرك يا مريم وكل الشكر لأستاذ أحمد عبد الرحمن أبو ظهرة والدها الكريم ونقول لهم طبعا تسبحوا على خير حتبوني